ننتقل مباشرة إلى درعة معي عبر أقمار صناعية مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مساء الخير إذن استئناف القصف بعد انتهاء الهدنة وكان طبعا بعد 24 ساعة من الهدنة في قصف وإطلاق صاروخ لإيران من قبل إيران بدير الزور كله تزامن مع هذه الهدنة تفاصيل لو سمحت عن الوضع اليوم إضافة إلى ما ذكر في تقريرنا نعم ميسو مساء الخير حقيقة اليوم أو منذ منتصف الليلة الأمس تم إقاف اتفاق الهدنة 48 ساعة التي كانت المعارضة عبر وسط دوليين قد أقرت بها النظام بمساندة روسية واضحة هذه المرة قام بقصف أحياء درعة البلد بعشرات الغارات من قبل سلاح الجو الروسي وسلاح الجو المروحي التابع أيضا لمطارح ميميم حسب تصريح صفحة رسمية لمطارح ميميم التي تديره روسيا هناك هجوم واضح من قبل قوات النظام كان صباح اليوم على عدة محاور حيث قامت من ثلاث محاور حاولت الهجوم من جهة قطاع غرز من جهة الصوامع من المنطقة الصناعية وأيضا من جهة حي سجنة بالوصول إلى الكتيبة الدفاع الجوي لكن محاولاتها رغم الإسناد الجوي الكثيف باءت بالفشل فحيث تمكنت غرفة عمليات رص الصفوف في ريف درعة من تدمير دبابة من تدمير حاملة صواريخ لصواريخ الفيل وأيضا إلى قاعدة صواريخ مضادة للدروع بالإضافة تمكنت المرسوس من تدمير عدد مئليات لقوات النظام التي حاولت الاقتحام من جهة كتيبة الدفاع الجوي من جهة حي سجنة حيث تم تدمير دبابة تي 72 وأيضا تدمير مضادة 23 بالإضافة تمكنت فصال المعارضة من السيطرة على الكتيبة الدفاع الجوي وعلى النقاط التي حاولت قوات النظام بالتقدم إليها كل ذلك كان بالتزاومة قصف جوي عنيف قصف مدفع عنيف من قبل قوات النظام حيث شهدت أحياء دراء على بلد قصف بأكثر من 80 صاروخ فيل على الأحياء المحررة ماذا يمكن أن نقول عن النقاط المحددة التي تم التصعيد فيها نتحدث بأن البراميل المتفجرة والقضائف المدفعية وقعت قرب قاعدة عسكرية على المقربة مع الحدود مع الأردن ماذا يمكن أن نعرف عن هذه النقطة؟ النظام ليس لهذه المرة الوحيدة التي يقوم باستهداف أو بسقوط قضاة داخل الأراضي الأردنية أو بالقرب من الأراضي الأردنية ليست هذه المرة كما قلت لك بيسورن لكن هناك دائما بروتوكولات سياسية أخرى ربما تتبعوا على الأردن من جهة أخرى ولكن المعارضة تقول أن النظام السوري لا يحترم أي معايير حتى هذه الهدنة التي كانت لمدة 48 ساعة لم يحترمها النظام حاول أن يخرقها بعدة مرات بإلقاء الصواريخ بإلقاء القذاف الهاون على عدة نقاط تقع تحت سيطرة المعارضة اليوم أفشلت المعارضة بكل مخططات النظام بالتقدم إلى نقاط جديدة ربما الاستهداف الذي يقوم به النظام ربما الاستهداف متعمداً لأراضي أردنية أو مناء قوال عسكرية أردنية المسؤولون في اتصالاتي خاصة مع العسكريين كان مفروض أيضاً أن يكون معك ضيف ناطق العسكري لعمليات رس الصفوف عن منطقات عدم التصعيد التي من المفترض في محادثات بين الأمريكيين والروس عنها حقيقة الأمر ميسون كان لابد أن يكون معي هنا رائد الراضي النادق العسكري باسم غرفة عمليات رس الصفوف لكن هناك طارع عسكري والنظام حالياً يحاول اقتحام من جهة المخيم ومن جهة أخرى ربما تأخر على ولم يتمكن وصوله للمكتب لكن صرح لي هذه الغرف العمليات العسكريين قالوا أن هناك تصعيد واضح من قبل النظام وستكون المعارضة بدور الرد والدفاع عن نفسها في محاولة منع تقدم هذه الميليشيات ولا سيما أن النظام السوري يستقطب ميليشيات أجنبية ميليشيات إيرانية ميليشيات أفغانية ميليشيات عراقية إلى الجنوب السوري المتاخن للحدود الأردنية ستكون هناك معارك ربما في الأيام القادمة هي معارك ساخنة ما بين قوات المعارضة وقوات نظام دائماً للوقوف على تطورات هذه الاشتباك هناك شكراً محمد الحوراني مراسل الأخبار الآن كنت معي مباشرة من درعة ترجمة نانسي قنقر